في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب كيف يواجه المختطفون والمخفيون قسراً صنوف التعذيب خلف قطبان الميليشيا في الشمال والجنوب لماذا لم تلتفت المنظمات الحقوقية لقضيتهم وإنصافهم وكيف يمكن وضع حد لوقف هذه الجرائم أهلاً بكم تشابهت البليشيا في جرائمها وفي صنوف التعذيب التي ترتكبها بحق المختطفين والمخفيين في سجونها من مماويها لا تختلف أوضاع المختطفين خلف قطبان الميليشيا الحوثية عن أوضاع المختطفين في سجون الميليشيا الممولة من الإمارات جنوباً التعذيب النفسي والجسدي ذاته الذي قد ينتهي ربما بالإعاقة المستديمة أو الوفاة تحت التعذيب رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قصراً دعت في بيان لها كل المنظمات الحقوقية والقانونية بالعمل على ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز وتقديمهم للمحاكمة ينالوا جزاهم رابطة الأمهات قالت إن المئات من الأبنائين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قصراً يتعرضون لأبشع صنو في التعذيب الجسدي والنفس داخل السجون جماعة الحوث المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية بعداً في هذا المساء نتوقف عند قضية ضحايا التعذيب المنسيين في سجون الميليشيا المختلفة في اليمن بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب نبحث عن دور المنظمات الحقوقية والمؤسسات المعنية الرسمية والنشاطاء حقوق الإنسان في رفع المعاناة عن ضحايا التعذيب وضرورة وضع حد لوقف هذه الجرائم يوم لمناهضة التعذيب كجريمة محظورة لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي ووفقاً لكل الأعراف والقوانين يحل السادسة والعشرين من يونيو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذه المرة في ظل أوضاع صعبة يعيشها المخفيون والمختطفون خلف القضبان في اليمن يوم للتضامن العالمي مع ضحايا التعذيب الذين تتسرب أصداء صيحاتهم من خلف القضبان لدى أكثر من طرف بعيداً عن اهتمامات وأنظار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية يواجه المعتقلون والمختطفون في اليمن شتى صنوف التعذيب مجردين من أي حقوق الحرمان من الدواء والغذاء والزيارات والتعذيب الجسدي والنفسي والاحتداء الجنسي هذه بعض وسائل وأنواع التعذيب التي تمارس داخل السجون من قبل ميليشيا الحوث في صنعاء والميليشيات التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية اختلفت الميليشيات في كل شيء لكنها اتفقت على إذاء اليمنيين واستخدام ذات الأدوات والأساليب في تعذيب المختطفين والتنكيل بهم مشوار التعذيب واحد في السجون مختلف الميليشيات يبدأ بالإرهاب النفسي وينتهي بالإعاقة المستديمة أو الوفاة تحت التعذيب أكثر من 128 مختطفا قضوا تحت التعذيب داخل سجون ميليشيا الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للإمارات في عدن بحسب رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في وقفة احتجاجية نفذتها أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب طالبت الرابطة مجلس الأمن بفرض عقوبات بحق المتورطين والمتسببين بجرائم تعذيب المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا تكافح رابطة أمهات المختطفين وحيدة حاملة همم ومعاناة المئات من اليمنيين الذين مضى على بعضهم أكثر من أربعة أعوام خلف القضبان لا يكاد ينصفهم أحد في هذه الحلقة مشاهدين الكرام ستكون معنا الناشطة المجتمعية رضي النجار عبر الأقمار الاصطناعية من ماريب وسينضمعها آخرون خلال هذه الحلقة بداية المساء الخير أستاذ رضي مساء الخير آسيا وحياة الله أهلا بك إذن في مثلي هذا اليوم تحتفي منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي لمساندة الضحايا التعذيب والذي يقام في 26 من يونيو من كل عام طبعا يتم الاحتفاء بالتشهير ضد جرائم التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم لو تحدثنا عن المعذبين في اليمن كيف يمكن الحديث عنهم؟ المعذبين طبعا المختطفين بداية نتكلم عن هذا اليوم وهو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وهذا الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في هذا اليوم أن يكون مناهضا للتعذيب مئة منظمة حول العالم تحتفل بهذا اليوم جميع أنحاء العالم يحتفلون بهذا اليوم مناهضة التعذيب ونحن نتكلم عن اليمن وهي تعاني هذه الأيام صعبة أيام مريرة يوجد داخل السجون اليمنية أكثر من عشر آلاف مختطف وأيضا معتقل معذبين تحت التعذيب الجسدي تحت التعذيب اللفظي يعذبون بشتى أنواع التعذيب هناك حرمان من الطعام حرمان من الأدوية حرمانهم من الشمس استخدام الآلات الحادة لتعذيب هؤلاء المختطفين في السجون والمعتقلين يوجد حرمان للأهالي وأولياء الأمور من معرفة أين ذويهم أين هذا المختطف بمكانه يريدون زيارته لا يستطيعوا زيارة هذا المختطف فاليمن تعاني في هذه الأيام صعبة وفي هذا اليوم العالمي وعلى مرأة ومسمع من العالم يشاهدون اليمن وفيها هذا العدد الكبير من المختطفين والمعتقلين والمعذبين في السجون لا أدري كيف أحكي لك أختي آسيا مقدار ألم الأمهات ألم أمهات المختطفين ألم زوجاتهم ألم أبناءهم في هذه الأيام يعانون آلام مريرة بسبب ذويهم المختطفين ذويهم المسجونين والمعتقلين ظلما بدون أي تهمة يتهموها إنما حبسوا واعتقلوا واختطفوا هكذا ظلما وعدوانا وعلى مرأة كما قلت لكي ومسمع من العالم المنظمات كل الدولية سنتحدث عن دور المنظمات الأمم المتحدة تشاهد هذا الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي نعم سنتحدث عن دور المنظمات خاصة فيما يتعلق بالمختطفين في اليمن ولكن قبل ذلك دعني أسألك عن دور الإسناد المجتمعي كيف يمكن تقييمه لأسر المختطفين والتي تعاني من غياب عائلها من عدم رؤيته من عدم معرفة حتى ما مصيره هذا الإسناد المجتمعي أنا أقول أنه ضعيف لا يوجد مساندة لذوي المعتقلين والمختطفين إلا من منظمات بسيطة محلية لكن دولية وعالمية لا نرى أي مساندة رابطة أموات المختطفين اليوم أسطرت بيانا وتعلم فيه كم من المختطفين كم عدد المختطفين الذين اختطفوا توفي أكثر من 128 مختطف في السجون بسبب التعذيب بسبب شدة التعذيب الذي يعاني في سجون مليشية الحوثي هذه الفئة الباقية التي أتت إلينا إلى اليمن بشيء غريب تعتقل أيضا حتى النساء تعتقل النساء تعتقل أي شخص أمامها لا تعرف لا طفولة ولا تعرف مرأة ولا تعرف رجل كبير السن حتى كبر السن فيوجد 128 شخص توفوا في السجون بسبب هذه الاختطافات والاعتقالات من المليشيات الحوثية المساندة والدعم أنا أقول لا يوجد دعم ومساندة إنما شيء بسيط جدا لذوي الضحايا لذوي المختطفين والمعتقلين يوجد غياب شبه تام بالمنظمات الحقوقية الدولية بسبب هذا الموضوع لا ندري لماذا لا يتكلم عنهم أي إنسان أيرضيكم أنا من هنا ومن قناتكم أناشد جميع منظمات الأمم المتحدة أناشد جميع منظمات دول العالم أناشد منظمات المحلية أن ترى أو أن تضع هذا الموضوع بعين الاعتبار أن يخرج كل مختطف وكل مسجون وكل معتقل أن ينقذوهم من هذه السجون التي يتم تعذيبهم فيها بلا سبب وبلا تهمة وإنه إدعاءات باطلة وبسبب انقلاب ميليشية حوثية جائرة نعم إذن اسمحي لنا أم أستاذ رضية أن تنضم معنا عبر الهاتف أم أحمد وهي عضو رابطة أمهات المختطفين التي تعرف أكثر على ما يدور خلف القضبان بحكم احتكاك هذه الرابطة مساء الخير أم أحمد مساء النور لجميع أهلا بك إذن أم أحمد الاختطافات والإخفاء القصري ينتشر على طول البلاد وعرضها بداية من المختطفين لدى ميليشيا الحوثية وانتهاءا بالمختطفين لدى الأحزمة والأمنية في عدن وبعض المحافظات الجنوبية كيف تقرأين وضع المختطفين في اليمن في الحقيقة يزداد وضع المختطفين سواء يوما بعد سواء المختطفين مثلما ذكيتهم في المناطق التي تسيطر عليها دماغ الحوثي أو المناطق التي تسيطر عليها أو على أجوزتها الأمنية ما يسمى بحجام الأمني في عدن وظفية المناطق مازال وضع المختطفين كما هو معلوم لديكم الكثير منهم مختمين لا يعلم مصيرهم حتى اليوم لم تتلقى أسرة هؤلاء الضحايا تطمينات بوجودهم أو حتى بوفاتهم ما زالت هذه الأسر معلقة لا تدري هل مات هذا المختطف داخل السجون أم أنه لا يزال حين معاني من ولاة التعديد كما ذكرنا أن اليوم كانت وقفة أمام المفوضية السمية لحقوق الإنسان نفذتها رامضة طموات المختطفين تجامل مع اليوم العالمي لمنهضة التعديد ووكلت هذه الوقفات وطالب أن تلهت المحل يوم السلاة بالنائب العام بمعاقبة المتورطين في قضايا التعديد وأضغط مجلسة الآن بفرض أن تلقات على هذه الأسر تضغط تعديد المختطفين حتى وصورة الحالة إلى التعديد داخل السجون التعديد يتبعون نعم إذن أنتنا في رابطة أمهات المختطفين في اليمن تقفنا على التماس من هذه المحنة الإنسانية التي يعانيها المختطفون والمعذبون أين وصلتنا بموقف كنا ومطالبي كنا ومساعي كنا أيضا لتدويل قضية الاختطاف والتعذيب على المستوى الحقوقي الدولي خاصة في مثل هذا اليوم الذي يحتفي العالم فيه بيوم يعني ضد التعذيب في أساة السلع 20 من يون نحن حاولنا قدر الإمكان أن نتصر طبيعة المختطفين إلى كل المحافظة الدولية خاطبنا مجلس الأمن خاطبنا الأمم المتحدة خاطبنا المبعوث وأسلناه عدة رسائل بخصوص المختطفين أملنا أن يكون كان أملنا أن يكون مؤتمر السويد فاتحة خير على هؤلاء المختطفين رغم الإجحاف في حقهم بعد أن يكون تبادل بين مختطفين مدنيين وأسرى من الزباحات لكن كنا نؤمن أن ذلك مهما سيكون سيكون فاتحة خير لتبيض السجون داخل الوطن نازلنا حتى الآن ناضل حتى تصل معاناة المختطفين ومعاناة ذويهم إلى كل أذن إلى كل عقل واعي من أجل العمل على حل حلة قضيتهم والإنتهاء منهم نعم إذن أستاذ أم أحمد هل هناك إحصائيات دقيقة معكنا حول المختطفين والمعتقلين والمغفين قسرا في الحقيقة لا توجد إحصائيات دقيقة لأن لأن الاختطاف لا تتوقف يوم عن اليوم فلا نستطيع أن نقول أننا أحصينا بناء المختطفين نحن كباقي المنظمات تصني بلاغات صفلنا إحصاءات ظلنا تنفيق ورص من جميع الراصلات التي يتبعنا المنظمة لكن لا نستطيع أننا لدينا إحصاء دقيق من كل من تعرضوا للاختطاف نعم فعالة الاختطاف كما ذكرت لكم ما زالت مستمرة وأيضا تخوض الضحايا من الإعلان عن حالات الاختطاف فيهم تحديدهم من حيزة مع تلحوتي بأنه إذا قرد عن حالة الاختطاف هذه أو تحدثوا عنها فإنه لن يخرج كل هذا يدعو إلى أن يتظل هذه الحالات طي الفتمان ولا نعرف بها لذلك لدينا إحصاء لعدد حالات المختطفين قدمناه بأكثر من مرات قدمناه للمتطاوضين في استفاق السويد طالبنا بإخراج هؤلاء المختطفين قدمنا قائمة بأكثر من ألفين وأربعمائة مختطفين وهم ما ما زلنا متأكدين أنهم ما زالوا رغم الاعتقال في هذه السجون وليسهم كل المعتقلين في الأخير لحن لسنا قادرين على إحصاء جميع المختطفين ولكن هذا هو العدد التقريبي لمن هم نعم نعم إذن لو تحدثنا عن الذين قضوا تحت التعذيب سيدة أم أحمد يعني كيف يمكن يعني إيصال حقوقهم أو إيصال معاناتهم التي ومعانات أسرهم إلى العالم خاصة هم يتحدثون عن يوم عالمي لمساندة ضحايا التعذيب بالنسبة للمختطفين والذين قضوا تحت التعذيب وكما ذكرنا في بيان أنه تم تنفيق 128 حالة مختطف قتلة تحت التعذيب أو بسببه داخل السجون أو بالإهمال الصحي المتعمد وتعذيب الممنهج الذي يمارس على المختطفين في داخل السجون نحن طالبنا مجلس الأمن بفرض عقوبات على المتسببين جرائم التعذيب جرائم التعذيب حتى الموت تعتبر جرائم بدل الإنسانية ليست جرائم محلية أو ممكن عدمها فقط على النائب العام نحن نطالب الكل أن يقف مع الإنسانية وأن ينظر بعين الاعتبار لمثل هذه الحالات يكفي أن معي أن هناك شخص ظل يصرخ من الألم حتى انقطع فوته حتى انقطع نفسه حتى انقطعت نبضات قلبه وهو ينادي ويصرخ في الإنسانية ولم يجد من يتجاوب معه الشهيد عادل عياش مطري هو أثر الحالات التي وصلتنا عن قتلي تحت التعذيب اختفت في العام 2017 ومات في نفس الأسبوع الذي اختفت فيه وظلت جثته مخصية لمدة عامين في ثلازة في المستشفى في المستشفى في العاصمة في العاصمة وحتى الآن ما زالت جماعة الحوثي تماطل أسرته في تسليم جثته رغم أنه أكثر من عامين وهو مخصية في ثلازة في المستشفى لنا أن تفير مثل هذه الزرائع التي سيكون وقعها على أسر الضحايا صحيح إذن كان الله في عونكونا أم أحمد عضو رابطات أمهات المختطفين نتمنى أن يصل صوتكونا لجميع المنظمات الحقوقية والعالمية التي تستطيع التحدث عن حقوق ضحايا التعذيب ولكنها لا تصل للأسف إلى اليمن شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهتف من صنعاء عود إليك أستاذة رضية أستاذة رضية يعني استمعتي لحديث أم أحمد وهي تتحدث عن الكثير من المعاناة التي تواجههن سواء في الإحصاء ومعرفة العدد الحقيقي خوف الأهالي من الإفساح عن ذويهم الذين يتم اختطافهم خشية تغيبهم تماما قضاء بعض المختطفين يعني تحت التعذيب وأيضا عدم الإفساح عن ذلك كل هذه المعاناة كيف يمكن التحدث عنها أنا أرى أنها معاناة كبيرة ويرى جميع اليمنيين وجميع الأمهات أنها معاناة كبيرة معاناة لا نستطيع أن نشرح مدى مدى ألم هذه الأسر التي تعاني من فقد ذويها واختطافهم واعتقالهم وتعذيبهم كيف بالأم عندما تسمع ابنها يعذب بآلات حادة تغرز في جسمه كيف بالأم عندما تسمع أن ابنها يمنع من الطعام ويمنع من الدواء ويمنع من الشمس أن يتعرض للشمس ففعلا يتعرضون لشتى أنواع التعذيب وأقساها يعني تعذيب شديد وقاسي لدرجة أنه في كثير يخرجوا متوفيين ويرموا في المستشفى أو يرمى على الطرقات وبدون أي اعتبار لهذا الإنسان وإنسانيته أين حقوق الإنسان لو كان حيوان ويعامل بمثل هذه المعاملة لقامت كل الدول وتكلمت عن هذا الموضوع ولكن اليمن يهان في بلده وفي أرضه ويعذب ولا أحد يتكلم أنا لا أعرف لماذا هذا الصمت الدولي القوي جدا بسبب هذا المختطفين ومعتقرين هناك من يتحدث عن هذا الموضوع لماذا؟ هناك صمت عجيب هناك من يتحدث أيضا أن هذا الملف كأبرز ملف الانتهاكات في اليمن لم يجد صداه عند اليمنين أنفسهم فكيف سيجد هذا الصداه في العالم يعني هناك من يقول أنتم مقصرون في إيصال هذا الصوت وبالتالي لا تطلبوا من العالم أن ينظر لمعاناة لم تشعروا بها فعلا في تقصير من الجهات المحلية وأيضا تقصير من الجهات الدولية الجهات المحلية لا تذكر هذا الموضوع أيضا بقوة تذكره على استحياء وكأننا نخجل من هذا الموضوع مع أنه لو كل شخص فعلا فقد عزيز وكان مسؤول في الدولة أكيد سيبحث عنه بقوة ولكن هذا موضوع شديد الحساسية وفيه سكوت كثير من الجوانب المحلية أيضا والدولية لكن هذه قضية التعذيب قضية ضد الإنسانية ولن تنسى بالتقادم فعلا سنظل وسنلاحق نحن اليمنيين أنفسنا كل من قاموا بهذه الجرائم لن ينسهم التاريخ وسيذكرهم التاريخ وسندرسه لأبنائنا ما حدث لإخواننا وأزواجنا ومن اختطاف ومن اعتقال ومن تعذيب هذا الموضوع لن ينسى بالتقادم وهي جريمة وسيعاقب عليها القانون سواء الآن أو آجلا فكل شخص نحن نسجل كل هذه القضايا ونرصدها ونبلغ عنها فعلا سيأتي يوم ويحاسب كل إنسان استخدم التعذيب ضد أخوها اليمني أو ضد أي شخص معتقل مختطف مسجون في هذه السجون وأنا الآن كما ذكرت سابقا أناشد كل المنظمات المحلية وأناشد كل المنظمات الدولية أن تدافع عن هذا المختطف وهذا المعتقل أن يكون في هذا اليوم أقل شيء نذكره ونحاول أن نساعد المعذبين في هذه الأماكن أن نخرجهم مع أنه قد كان في اتفاقات في اتفاق السويد بالإفراج وتبادل الأسرة وإفراج عن المختطفين جميعا ولكنه وقف للآن لماذا وقف نريد أن نسأل هذا التساؤل لماذا وقف هذا البند الذي هو الإفراج عن المختطفين والمعتقلين ولم يتم الحديث عنه كملف الحديدة بتاتا ولكن برأيي كناك من يتسأل أيضا لماذا حسرت جهود المتابعة في هذا الملف فقط على رابطة أمهات المختطفين والتي أظهرنا شجاعة من قطعة النظير في الوقوف أمام الطغا سواء من ميليشيا الحوتي أو من ميليشيا الأحزمة الأمن يعني لا يخشينا شيئا في البحث عن أبنائهم بعكس بقية المنظمات أو الجهات الموضوع ينحصر أن الناس يظنوا أن المختطف أو المعتقل ينتمي لحزب معين ينتمي لجهة معينة وهذا غير صحيح يوجد مختطفين ليس لهم أي انتماءات حزبية يوجد معذبين ليس له أي انتماءات حزبية مختطف ظلم مختطف عدوان لم يصنع أي شيء ولا ينتمي لأي حزب يوجد حزبيين ويوجد غير حزبيين فالموضوع عمم الميليشية الحوثية عممت كل الناس أساءت إلى كل الناس حتى الذين ينتمون إلى أحزاب أخرى أحزاب المؤتمر أو أحزاب الإصلاح أو أحزاب الناصري والذي تم اعتقالهم هم يمنيين حتى لو كان ينتمي إلى حزب فأظن الناس أو المجتمع المحلي يسكت أنهم ينتموا لأحزاب ويخجلوا من أن يذكروا أو يدافعوا عن المختطفين والمعتقلين هذا الذي ينتمي لحزب أو الذي لا ينتمي لحزب هذا يمني وهذا هو إنسان لا بد أن ندافع عن حقوقه مهما كان فنرى صمت في هذا الموضوع نرى فعلا ظلم في حقوقهم ولا ننادي بهذه الحقوق هذا إنسان نقول قبل ولا بد أن ندافع عن إنسانيته ولا بد أن نخرجه مما هو فيه اليوم هذا الذي نختفل فيه لمناهضة التعذيب والاحتفال بالناجين من هذا التعذيب نحن نحاول أيضا أن نتواصل مع الناس الذين تم خروجهم من المعتقلات وفيهم آثار تعذيب جسدية وجسمانية الكثير الكثير يعتذر أن يظهر على الشاشة أو أن يتكلم ما الذي حصل له لأنه حدثت له أشياء لا يستطيع أن يذكرها للعالم وإن ذكرها لا يوجد من يدافع عنه لا يوجد من ينصفه فهو يقول أسكت أفضل من أن أذكر هذه المواضيع ففعلا نرى صمت كبير في هذا الموضوع صمت عجيب نناشد دائما 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 نناشد كل المجتمع المحلي والدولي أن ننقذ هؤلاء المختطفين وأن ينفذوا ما تم الاتفاق عليه نعم إذن شكرا جزيلا لك رضياء النجار الناشطة المجتمعية كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من مأرب وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الحميد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا مساء الخير أستاذ توفيق سهل نور لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريم أهلا بك إذن أستاذ توفيق اصدرتم تقريرا عن ضحايا التعذيب ما أبرز ما ورد فيه حقيقة نحن في بيان منظمة سام لهذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة غير القانونية هو تقرير إحصائي تحدثنا عن أرقام لحالة التعذيب خلال السنوات الأربع الماضية وتحدثنا عن أبرز الشقون التي يمكن أن تكون نقاط سوداء في تاريخ التعذيب في اليمن سواء تلك التي تحت سيطرة جماعة الحوثي وذكرنا أبرز النماذج فيها السجن الأمن السياسي وسجن الأمن القومي وسجن قلعة العامرية في رداع وأيضاً قلعة الكورنيش في الحديدة والسجن الصالح وإضافة إلى السجن تحت سيطرة القوات التي تديرها وتشرف عليها دولة الإمارات مثل بير أحمد وقاعة وباح وسجن التحالف وإضافة إلى الريان سابقاً وأيضاً السجن عزان وبالحاف في شبوة وأيضاً سجن المعهد التابع القوات الشرعية في مأرب وكثير من السجون التي تحت سيطرة الجماعات المسلحة وشرنا في التقرير إلى أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في هذه السجون وذكرنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الضرب الهراوات أو القطع المعدنية الحرق الحرمان من الطعام والمياه الإعدامات الوهمية التعليق لساعات طويلة التحرش الدينسي استخدام الكلاب البوليسية الدفن في الحفر الرملية استخدام العقاقير المنبهة الرش في الماء البارد الحرمان من الزيارات المحاكمات الصورية إذا أفتر الحرمان من النوم وإلى غير ذلك من صنوف وأنواع التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون اليمنية نعم ما أثر التعذيب النفسياً واجتماعياً خاصة هذه الأنواع التي تم ذكرها والتي ربما أدى بعضها إلى الوفار طبعاً نحن تحدثنا عن أن هناك ما يقارب ثلاثة ألف حالة تعذيب التي نستطيع أن نقل ضحاياها تحدثوا للمنظمات أو لوسائل الإعلام وكان منها ما يقارب 800 حالة في عام 2018 رصدنا ما يقارب 170 حالة وفاة كانت بسبب يعني بسبب التعذيب الذي أضع إلى الموت وكان منها من 56 حالة في عام 2018 وفي عام 2018 وما يقارب 53 أو مقارب لهذا الخصوص في عام 2017 و49 حالة كانت في عام 2016 تأتي جماعة الحلش في فيئة المقدمة طبعاً هناك آثار نفسية واجتماعية تبيرة أولاً هناك آثار نفسية واجتماعية من حيث الاعتقال التعصفي والإخفاء القصري مبدئاً الإخفاء القصري في أحد ذاته يعد تعذيباً مستقلاً وإن لم يتعرض المعتقل لأي إيذاء نفسي وقسدي أن يخفى هذا الشخص لسنوات طويلة عن أقاربه وأهله فهنا نعيش حالة تعذيب سواء للمعتقل التعصفياً أو حالة تعذيب نفسي أيضاً لذويه سواء كانت زوجته أو أقربائه أو أبنائه الذين لا يعلمون مصير هذا المعتقل لأنه عندما يعرفون مصيرها ولو كان مصيره إلى الموت تبدأ الآلام النفسية تخف فالأمر الثاني هناك إنعكاسات اجتماعية لظروف الأسرة الاقتصادية في ظل الوضع الحالي تقبر كثير من النساء كثير من الأطفال الذين يشبون قبل سن الشباب يقبروا للاندفاع إلى سوق العمل سوق عمل غير آمن من حيث ضمانات الرواتب من حيث الأمان العمل أو الأمان الاجتماعي إلى غير ذلك الأشخاص الذين تعرضوا أيضاً للتعذيب في هذه السقود بعضهم أصيب بحالة إعاقات دائمة وهناك نماذة كثيرة من ضمنها رأيناها على وسائل الإعلام بعضهم خرجوا مشلولاً بعضهم خرجوا لا يستطيع الحركة هناك حالة إعاقات جزئية بسبب الحقان أو بسبب التعذيب بالآلة الحادة أو التعذيب بوسائل الكهربائية وحتى بعد الخروج لم يستطع كثير من هؤلاء أن يندمجوا في المجتمع أن يعيشوا إلى حالة أن يعودوا إلى حالة يوم الطبيعية بعضهم بدأت سلوكهم عصبي نحو أسرتهم نحو مجتمعهم البعض لم يستطعوا أن يعيش في نفس البياء والمجتمع يحاصلوا في كل مكان وذلك آثار كبيرة سواء على المستوى القسدي أو المستوى النفسي وذلك نحن ندعو دائماً إلى أن تتشكل هيئات متخصصة لعادة تأهيل مثل هؤلاء الذين ظلوا في السقود لثلاث سنوات لأربع سنوات وشاهدوا وسمعوا وتعرضوا لويلات نستطيع أن أقول ويلات بكل ما تعني الكلمة سواء كانت في سقود جماعة الحوثية أو كانت في السقود التي تديرها قوات تشرفها وتمويلها دولة الإمارات نعم إذن شكراً جزيلاً لك ستوفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات كنت معنا عبر الهاتف من فيينا وينضم معنا الآن عبر الأقمار الاصطناعية المحامي والراسد عمر الحميري منتعز مساء الخير أستاذ عمر مساء الخير أختي الكريمة ومرحباً بقناة بالقيس الرائدة في ملف الحقوقي والإنساني أهلاً بك إذن أستاذ عمر مع انتشار السجون السرية تابعة لميليشيات الأخرى الميليشيات الحوثية وأخرى تابعة لميليشيات موالية الإمارات كيف يمكن النظر إلى هذا الملف؟ السجون الخاصة والسجون التي تقيمها الميليشيات ميليشيات الحوثي وأيضاً القوات التابعة للإمارات لا يمكن النظر إليها إلا بصفتها قريمة ضد القانون قريمة ضد الإنسانية قريمة ضد فكرة الدولة وقريمة أيضاً ضد كل الأعراف والمواثقة الدولية دولياً وعلى المستوى التشريع الدولي تعتبر هذه السجون الخاصة مقرمة في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولا يقوز لأي ميليشيات أن تقوم بإنشاء سجون خاصة وتمارس فيها التعذيب هناك اتفاقيات عديدة ناقشة هذا الأمر منها اتفاقية منهضة التعذيب والمعاملة القاسية وضروب المعاملة القاسية والمهينة والإنسانية وقعت عليها الجمهورية اليمنية وصادقت عليها في العام 1991 وأيضاً هناك العديد من الاتفاقيات التي تحمي المدنيين في أثناء الحرب وأيضاً التي تحمي العسكريين من أسرى الحرب كل هذه الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدة الدولية تقرم التعذيب وتقرم الممارسات التي تقوم بها هذه الميليشيات في سجونها الخاصة وبالتالي فهي من حيث القانون الدولي هي قريمة ضد الإنسانية وقريمة لا تسقط بالتقادم خاصة أن الجمهورية اليمنية موقعة الاتفاقية التي تعتبر قرائم القرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ومن حيث التشريعات المحلية قانون القرائم والعقوبات اليمني مستنداً إلى الدستور يقرم إنشاء سجون خاصة لا تنتمي للدولة ولا ينظمها قانون هناك قانون واحد فقط ينظم إنشاء السجون تابعة لسلطات الرسمية وهي سجون معروفة يحددها القانون وتنشأ موقع قرارات جمهورية ومراسيم وما عداها فإنها سجون خاصة لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها قريمة هناك قانون أيضاً ينظم ما يدور في السجون قانون رسمي وبالتالي فإن هذه السجون الخاصة تعتبر قريمة ضد الإنسانية وقريمة أيضاً في نظر التشريع المحلي قريمة يعاقب عليها القانون إذن قضية المختطفين هي من أعقد القضايا وأكثرها كارثية أستاذ عمر والتي يعاني منها اليمنيون لكن في المقابل لا نجد أي حراك محلي حقيقي لمناهضة ما يحدث في السجون لا من المنظمات المحلية ولم يتم إيصال صوت هؤلاء المختطفين إلى العالم هناك ربما رابطة أمهات المختطفين الوحيدة العامدة في هذا الجانب والمستمرة رغم كل القمع الذي تناله في الحقيقة هناك العديد من العوامل التي تحيط بهذا الملف ونحن نشيد بدور رابطة أمهات المختطفين وهي رائدة في هذا المقال وحملت عبءاً ثقيلاً في رصد انتهاكات الاختطافات وما يتعرض له المدنيون من اعتقال في الطرقات ورصد وتسجيل وتدوين هذه القصص ومحاولة رفعها إلى المنظمات الدولية وإلى القنوات الخاصة التي تهتم بمثل هذه الملفات ولكن أيضاً هناك العديد من المنظمات المحلية التي تهتم ولكن بإمكانياتها البسيطة لدينا أيضاً مؤسسة رسمية وهي اللقنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وهي اللقنة الوحيدة الرسمية التي يعول عليها في توثيق هذه القرائم والتي رصدت وأنا على علم بذلك رصدت العديد من حالات الاختطاف والتعذيب والمعاملات اللا إنسانية والمهينة في سقون الحوثيين بعد خروجهم من السقون وتوثيق قصصهم وما يحدث لهم وما حدث أيضاً لزملائهم ورفاقهم القابعين حتى اللحظة في سقون الميليشيات الحوثية اللقنة الوطنية هي القهة الرسمية التي يعول عليها في مثل هذه القضايا ولذلك ندعو المواطنين إلى توثيق قضاياهم لدى اللقنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكة حقوق الإنسان كونها القهة التي يعول عليها في رفع هذه القضايا وحملها إلى القضاء محلياً وأيضاً رفعها إلى القنوات الدولية وأيضاً ندعو للتعاون مع جميع المنظمات المحلية والرابطات مثل رابطة أمهات المختطفين هناك أيضاً منظمة سام هناك أيضاً العديد من المنظمات المحلية التي تقوم بقهود مشكور عليها ولكن بإمكانياتها البسيطة تحاول أن تختزل هذا الملف بعدد من القصاص والروايات التي تصل إليها ولكن حقم الكارثة كبير وحقم الأسماء والأعداد التي تزخر بها سقون الحوثيين كبيرة جداً وبالآلاف غالباً يتعرض السجناء لمعاملات مهينة ولا إنسانية وأحياناً معاملات يخقل منها السجناء الذين تم لفراج عنهم بمقابل فدية أو مقابل صفقات تبادل غير عادلة بالطبع يخقل هؤلاء السجناء من شرح ما تعرضوا له من ظروف ومعاملات مهينة وبالتالي فإن هذا الملف لا يزال قاصراً بفعل هذه الظروف بفعل أيضاً عدم امتلاك الأجهزة الرسمية التي يعول عليها مثل مكتب حقوق الإنسان ووزاة حقوق الإنسان التي يجب عليها أن تقوم بدور في رفض هذه القرائم وبالتالي هذا الملف ثقيل وهذا الملف ينبغي أن يحظى بحقه كونه قضية إنسانية عادلة وكونها قضية تختزل جميع قرائم الحوثيين كونها لم تفرق بين شيخ وبين شاب صغير وبين مقاتل أو مدني هذه الميليشيات تعتقل على أساس الهوية من الطرقات تعتقل على أساس المناطقية تعتقل بالاشتباه بأدنى مستويات الاشتباه حيث أنه يتم اعتقال أشخاص لمجرد أنهم من قرية معينة أو من مديرية معينة أو لأنهم مثلاً من مدينة تعز حيث يتم استعداء كل من يسكنون في مناطق بحد ذاتها وقع لهم أهداف الاعتقال والاختطاف أصبح المواطنون عند مرورهم من نقاط الحوثيين والمنافذ التي يسمحون بمرور المواطنين من خلالها هي عبارة عن رحلة مخاطرة يتعرض لها العديد منهم الاعتقال ومن نقى فقد نقى ومن تعرض الاعتقال فقد فهو لا يعلم مصيره ولا يعلم أهله مصيره إلا بعد ستة أشهر على أقل الاحتمال وبالتالي هذا الملف كبير جداً وينبغي أن يحظى بحقه نعم إذن الغريب أستاذ عمر أنه مع ازدياد المطالب بالإفراج على المختطفين والمعذبين في سجون الميليشيا نجد أن هذا العدد يزداد والسجون تكثر لماذا برأيك خاصة بعد اتفاق ستوكولم والذي كان ملف المختطفين من أبرز الملفات التي تم مناقشتها السياسة الدولية لمنظمات التابعة للأمم المتحدة والسياسة التي تعاملت بها الحكومة مع الحوثيين ومنهجية الحوثيين في هذا الملف هي التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة الإنسانية الحوثيون يعتبرون هذه الأسماء وهذه الأعداد الكبيرة هي عبارة عن ورقة رابحة للإفراج عن معتقليهم من أسرى الحرب الذين تم اعتقالهم أثناء المعارك من قبل الجيش الوطني وبالتالي فإن الحوثيين انفتحت شهيتهم في أول صفقة مبادلة غير عادلة عندما قاموا بمبادلة أسرى حرب من أفرادهم ومن قنودهم بأشخاص مدنيين تم اعتقالهم من الطرقات ومن مناطق محسوبة على مناطق تسيطر عليها الشرعية تم الضغط من خلال هؤلاء المدنيين للضغط على السلطات الشرعية للإفراج عن أسرى حرب ومقاتلين وبالتالي فإن هذه الموافقة على هذا الإقراء الخاطئ أدى إلى فتح شهية الحوثيين لمزيد من الاعتقالات التعسفية والاختطافات من الطرقات لأشخاص مدنيين حتى يصبحوا أوراق ضغط عند وقوع أسرى في أيدي الجيش الوطني وبالتالي هذا ما حدث خلال السنوات الماضية لدينا في جميع صفقات تبادل لم تكن هناك صفقة واحدة عادلة حيث أن جميع من تضمنتهم الأسماء التي شملتها ملفات صفقات تبادل للأسرى كان من جانب الحوثيين هم فقط أسرى حرب وأما الأشخاص الذين تطالب بهم الشرعية أو السلطات المحلية كان معظمهم مدنيون تم اختطافهم واعتقالهم من الشوارع وزق بهم الحوثيين إلى داخل السقون بغرض المبادلة بهم أو افتدائهم مقابل مبالغ مالية وبالتالي فإن هذه الممارسة هي الأساس في تفاقم هذه المعضلة وفي ازدياد عدد المعتقلين المدنيين والمختطفين وهو ما فتح شهية الحوثيين وهو أيضا ما يمنع الإفراق عنهم حاليا كونهم ورقة رابحة في أيديهم وبالتالي فإن قلوس الوفد اليمني في السقهول مع الحوثيين عبر الوسطات الدوليين والموافقة على أن يكون هناك صفقات تبادل يعني إفراق عام من جانب الحوثيين يتم الإفراق عن المدنيين وأيضا أسر الحرب وأن تفرق الشرعية عن أسر الحرب الحوثيين أعتقد أن هذه صفقة لم تكن عادلة من الأساس وكان ينبغي على الشرعية أن لا تقبل بأن يكون المعتقلين المدنيين طرفا في مبادلة أو في صفقة من هذا النوع وأن تشترط للقلوس مع الحوثيين أن يتم الإفراق عنهم فورا بدون قيدان أو شرط وبالتالي فإن هذا السلوك هو الذي يزيد من عدد المعتقلين المدنيين ويفتح شهية الحوثيين نعم إذن هناك العديد من المنظمات الحقوقية أستاذ عمر كحيوم الرايتس والعوفة الدولية أيضا هناك من يجد أنها تعمل بيعني توظف ملف سياسي خفي يتم إدارته من تحت الطاولة لا تعمل بمهنية كافية كيف تقيم عمل مثل هذه المنظمات يمكن تقييم عمل كل منظمة أو كل مؤسسة بحد ذاتها ويمكن الوصف الدور الذي تلعبه منظمة العفو الدولية بأنه دور معيب وليس دور قاصر كونها اختزلت المشهد اليمني الذي يعق بالعديد من القضايا الأساسية انتهاكات حقوق الإنسان قرائم الحرب واختزلتها بقضايا تافهة وقضايا ثانوية وقضايا لا يمكن الحديث عنها في ظل فقها الأولويات في نظر القانون الدولي هناك سلم للقضايا الحقوقية تبدأ من الانتهاكات الكبرى وتنتهي بقضايا ثانوية ولكن منظمة العفو الدولية وهي نموذج لبقية مؤسسات الأمم المتحدة التي لا تتعاطى مع الملف اليمني بشكل مهني حقوقيا وإنما تتعامل معه كورقة سياسية ولتحقيق مغالبة سياسية ولتحقيق أيضا غالبة مصالح نجد أن هذه المنظمات لا تقوم بدورها الأدنى وإنما تقوم بدور مشوه تقوم بخدمة الحوثيين شاهدنا أيضا الأمم المتحدة وهي تخدم الحوثيين وتقدم لهم سيارات الكشف عن الألغام بينما لم يأتي تقرير حقوقيا واحد من أي طرف يثبت أن قوات الشرعية تزرع الألغام وأن كل التقارير الحقوقية تثبت أن الحوثيين هم من يقومون بزراعة الألغام وبالتالي هذه أمثلة على ممارسات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ويكلل هذه الممارسات المفضوحة جهود المبعوث الدولي الذي لم يرقى إلى مستوى المهمة المطلوبة منه وكان أقل مما يقب هناك معاناة يدفع ثمنها المدنيون يدفع ثمنها المواطنون في الحديدة في تعز في جميع المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة وفي جميع عموم اليمن الجميع متضرر من استمرار هذه الحرب والأمم المتحدة عبر مؤسساتها الحقوقية التي نقرأ دساتيرها ومبادئها وعرافها ونجد أنها تحمل كمية من المبادئ الإنسانية الراقية ولكنها لا تتعامل بذلك البتة نجد أنها تتعامل بخفة واستخفاف وتخدم أطراف وتخدم قضايا ذات أبعاد سياسية وتطيل أمد المزاع في اليمن وتفاقم المعاناة للمواطنين اليمنين في جميع مناطق اليمن سواء القابعين تحت رحمة الحوثين أو الساكنين في مناطق الشرعية نعم إذن شكرا جزيلا لك المحامي والرسد عمر الحميري كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من تاعز أشكركم أيضا مشاهدين الكرام لحسن امتبعتكم لنألتقيكم في مسان من جديد كنوا برعاية الله وأمنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر